كثفت ميليشيات النظام من استهدافها للمناطق المحررة في الأون الأخيرة الأمر الذي خلف عشرات الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين وخاصة الأطفال وللحديث عن هذا الشأن يسرنا أن نستضيف معنا بالاستيديو الضابط في الكلية العسكرية النقيب على أبد العال نرحب بك حضرة النقيب معنا في استيديو راديو الثورة مرحبا بك أخي الكريم بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بك أخي الكريم بداية حضرة النقيب أسألك ما هو سبب تصعيد ميليشيات النظام قصفها للمناطق المحررة في الفترة الأخيرة أخي الكريم بالنسبة للقصف الذي تشنه ميليشيات الإجرام على الأسواق الشعبية وتجمعات المدنيين يأتي بتزامنا مع حرب نفسية ودعائية لبث الزعر وهو أسلوب جرام وانتقام يعبر عن عجز وحالة انهيار في صفوف الميليشيات المدعومة من قبل قوات الاحتلال الروسي التي تحاول إعادة تدوير نظام المجرم بشار الأسد والنيل من ثبات وصمود إخوانكم الصابرون على الجبهات نعم حضرة النقيب جميعنا شاهدنا قصف البارحة على مدينة أريحة والذي ارتقى فيه العديد من الشهداء وخاصة الأطفال هل تريد ميليشيات النظام إيصال رسالة ما من خلال القصف الوحشي في ظل الشائعات عن قرب العمليات العسكرية أم أن هذا القصف بنوجة نظرك مجرد قصف روتيني إجرامي من قبل الميليشيات صحيح يعبر هذا السلوك العدواني على انحالة الجبن والغدر التي تتصف به قوات النظام والاحتلال الروسي التي تتجاهل حق شعبنا في تقرير مصيره والعيش بسلام واستقرار الخيار الوحيد المتروك لنا هو الصمود في الخنادق والجبهات والرد على مصادر النيران والدفاع عن أهلنا المدنيين بكل ما أتينا من قوة حضرة النقيب كلمة منك للأهالي حول كيفية التصرف في حال تعرضت مناطقهم للقصف طبعا نحن نوصي أهلنا المدنيين في الأخذ بالأسباب من خلال تجهيز الملاجئ وتجنب التجمعات وخاصة عند وجود طيران استطلاع نعم شكرا جزيلا لك الضابط في الكلية الحربية النقيب علاء عبد العالي كنت معنا وحددتك من داخل استيديو الثورة في إطلب